السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي وصفات وافكار بهية مرحبا بالناس جداد اللي انضموا القناتي مرحبا بكم والف مرحبا شرفتوني ونورتوا القناة اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم هذا الطعيف الدجاج مبخر الطلب دي الأخت سامية والله طلبتوا ليش حال هادي ونسيتها الأخت سمحي لي بزاف والله الطريقة سهلة غير نسيت واللي داك النهار كنت كان طيب وطيبتوش حال مره وعدت فكرت بقي اللي داك النهار قلتي ليشاركيه معايا هادي شي ثلاث أثابيع باش خلت لي ها التعليق اليوم ان شاء الله قلتي علاش لي ما نشاركوش مع الأخت الطريقة سهلة وبسيطة داك المره كنت دايراو حد الفخي الدجاج قلتي شاركيه معانا دا بدرت واحد تستيرها كمويم كي بقى الاختيار ديله الدجاجة ولا نص ولا مويم داك ساعات كيمية اللي غادتك فيكم انتم موليداتكم جيت هنا يا واحد الاناء ودرت الليمونة الأخوات الليمونة اللي قوتم جمدة وحتج طريفاتها كاكت قريبا واحد نص حمضة دي الليمون مع السر مويم راني قوتم محضرة ومانا معاكم في السيليكون ودرت واحد طرف ديال القصبر تاور راني قوتم مصوبة في المجميد والمعدنوس قطعتوه مويم طريق صافيو كنا نعصر عليهم تومة بالنسبة لتومة والقصبر والمعدنوس الأخوات كتديروها على حسب الكيمياء اللي عندكم ديال الفيرميسيغ وديال الخضر وديال الدجاج مويم أنا كندير الكيمياء اللي غادي تكفيني أنا ولدتي دائما مويم تومة ديرو الكيمياء اللي غادي تكفيكم وصافي بغيتو تحضروا الدجاجة ولا سدير ولا فخات دائما مويم كمشيو على حسب المكلة اللي غادي تسكال ما غاديش تلحلينا وكندف الملحة لأخوات مويم بغيتو تدقو القصبر والمعدنوس بالملحة والتومة تايرا كدير طريقة زوينة بالصافي وكندير العطرية كندير الكامون وفلفل حمراء وكندير اللي بزار وبنسبة لخارقوم كندير القليل من الخارقومة لأخوات بنسبة لخارقوم كي بقى اختياري غادي على حسب الفيرميسي بغيتو تجيكم هاكل لون ديال الشيش وياكس فيفر وصافي وكندف الحار بالنسبة لخارقوة وبقى اختياري مو يبغيتو الحار يعودوه بالهريسة كتعلوتوه بالهريسة كتعلوية بوحد البنه كتكون Jonathan 21 وобразي انت mıتي بظامحكه بالهريسة الهريسة ضعنا علي الظوينoh والخارقوم كتتعلو Rochester 2 او الخارقوم نbilir يبP了 اوفيتو الاكتصلا نخاطي الاخوات كنتزف المرة انا لا نجنغذع خطور من الخارقوم وعندنا ثلاثم اخوات كندير غير تحميله وليكسي القليل لكامون ك ashamed طريقة تجيبني نبسف كتجيز ونبسف سوف ندير شوية الزيت سوف نخلط مزيان الأخوات سوف نخلط القصور قليلا على ما يتخلط إن شاء الله وسوف ندير الفيرميسيخ سوف نخلط لها الماء نسبة لفيرميسيخ تبقى ديروا باكية صغيرة أو باكية كبيرة نسبة لكم عارفين أنالوليدات لا يأكلوا ليش هكذا دجاج مهم نديرهم هكذا الخضراء تجيبهم هكذا الخضراء وفيرميسيخ يبقوا يأكلوها لا يأكلوش بالخبز الأخوات لا يأكلوها بفراشة أو بمعالق الخوضار وفيرميسيخ لا يحتاجوش على الخبز مهم كيف يأكلوها بالخبز تبقى داك الساعة تبقى أختيارياليكم سافي أنا أخويت عليها الماء يكون غليان الأخوات وكنخليها واحد شوية في الماء لما كندوز نشرم لدك الجاج ديالي والخضراء الجاج اللي يكون صوته معاكم مراني وريتكم كيفاش ديلولو قطعوها كتفلحو لدك الساعة ديالو صدقوني كي يجيبنين الأخوات كي يجيبنين بالساف دخلوه للفورن ولا كتطيبو هكا الجاج محمار ولا كت ديلولو حتى هكا الأخوات فاش تكونوا غات ديلو الجاجم شوية عفوان في الفورن ديلولو دك فليحات في الساعة كتدخل في دك التوابيل كي يجي متشبعوش منه ومهم الطريقة كتبقى لكم انتم الأختيار في تحضار صافي كندخلو دك شرمولة مزيان مهم كنتو غاد ديروا دجاجها كاملة خليوها عطيوها شوية دلوقت باش كتدخل في هديك شرمولة وكتجي بنينها مهم حتى دجاج باش كترقدو في الليمون الأخوات كي يجي بنين في الطيب ديالو كي يجي زوين صافي انا شرمل دك سدير هكا ديالجاج شرملتو كنخليها كنديرو في الكسكاس ديالي صافي بغيتون انتم ما تديرو في الكوكود ولا تديرو في الكسكاس العادي امهم انا طيبتو غير في الكسكاس العادي يا الأخوات مهم إلا بغيتوا الماكلة ديالك تكون سريعة ديالك توجد كديرو في الكسكاس ديالك مهم كتبقى لكم الاختيار دك ساعت في الطهي ديال ديال الأكل ديالكم سافي الفيروميساق بعد ما خليتها في الماء حتى كترطاب الأخوات سافي بكندوز نقطعها بالمقاس مهم بالنسبة لتقطع بغيتون انتم تخلي بها كشوية كبيرة كتخليوا بغيتو تقطعوها تجيكم صغيرة وراها كمهم دك ساعت قد تحكمو فيها انتم سافيك نستمر انا في تقطع ديالها كاملة مهمة الأخوات بالنسبة للناس الجداد اللي عند نضموا القناتي ديرو ضويرة في القناة رامكينين بصفة الوصفات اللي ساهلين وسراعين وزوينين بصفة مهم إلا كنتوا أول مرة دخلتوا القناتي وما تنسونيش من اللايكات والتشجيعات والبرتاج للقناة باش نزيد نستمر معاكم الكثير من الوصفات اللي ساهلين وسراعين الأخوات سافي انا ديك فرميستغ ندرتها لديك شرمولة غادي نخلط دك فرميستغ مزيان وعد غادي ندين هنا الخضراء بمسبة الخضراء نقطع تغيع شوائية كمربعة ولا قطعوها كشكل طولي ولا قطع دوائر ولا قطعوها كمهم طرنشية هكا صغارين مهم كي يبقى لكم دك ساعة الاختيار الخضر قطعها كما بغيتو مهم انتم ما كتتحكموا في شكل ديالا اللي بغيتو سافي انا در صغير الخضر در صغير خيزو بطاطا مهم ديرو حتى لاريكو كتجي زوي نبزة كنديرها معاها كتجي تايزوي نبزة فالأخوات مهم الخضراء دائما كتبقى لكم الاختيار في الخضر سافي ام بعد ما خلط دك فرميستغ مزيان كنخو علي دك الخضر كتجي زوي نبزة بغيتو انتم ما تسوطيو الخضراء بوحدة تخليوها الطيب وتبخروها وتسوطيوها كغبزة والمعدنوس والإبزار والمليحة والمعدنوس والحامض كتسوطيوات هي كتجي بنينها ولكن هالطريقة من كتخلطوها مع الفيرميستغ كتجي زوينا بزف انا بعت المرة كنخلي الفيرميستغ بوحديتها وبعت المرة كنخلطها مع الخضراء كتجي زوينا بزف مهم طريقة دائما كتبقى اختياركم تمشكلوا في الأكل ديالكم كيف ما عجبكم وكيف ما بغيتو الطابق ديالكم يجي كتحضروا سافي كنت سامر كنخلط ذاك الفيرميستغ مزيان مع الخضراء بش كتدخلتها الخضيارة كتجينا بنينها كتدخل فيها ذاك الملحة وذاك شرمولة وذاك المعدنوس والقصبر مهم انا درت المعدنوس انا درت المعدنوس بك الله بزاي ذاك والقصبر بش كتجي بش كتجي بنينها بزفة الأخوات بغيتو تديرو غال المعدنوس فقط تا هو كيجيزوين ولكن تلقصبر كيعطينا واحد المعدنوس كيجيزوين بزاف مهم نديرو هاتطريقة اكيد غادي تعجبكم وغادي تشيكم بنينا مهم الأخوات كل واحد وطريقة دياله في الطياب سافي انا درتك سطير ججج درتوها كامل تحت رقم عافي الفيرميستغ كتكونها كضياء واجدال خضر طباق الله ضياء كالطيب تدك سطير ججج رمك ياخد ليش الوقت بزاف الأخوات سافي غادي اردهم انا يطيبو مهم البراي مرعني ناس تاب الماء وخلي تحتك تغلي وقد ندير علي ذاك الكسكس الكسكس ديالنا حفون وقد ردها الطبي ان شاء الله وفاش طيب ان شاء الله غادي انتلاقاو اشتوا الأخوات مبعد ما طاب ذاك الخضر ديالي تباق الله والله طالعا منهم وحد الرحمة ان شاء الله الأخوات بغيتو تديرو شوي تزعتراء الأخوات في الدجاج ديالكم فاش تكونوا كتشارب له تاوك يجي ما ان شاء الله تاوك يجي بنين بزاف مهم الأخوات والله بعت المرة راني كنعقز نشعل الكاميرا كنطيب بزاف ديال وصفتها كل ساهلين وسراعين وكنكون مشغولة كمع الوليدات راكم معارفين ديوجي بالمدراسة كنعقز عادنا بقى نشعل الكاميرا ونصوب هنا راكم معارفين كتخويدك كتخويدك الرخامة فاش تكوني كتصوي فاش تكوني مزروبة راكم معارفين بلا تصوير بلا تحاجة ما نكذبش عليكم راها ضغية كتوجدوا الحاجة ضغية ضغية كتكون سريعة ضغية كتوجد سافي انا بديت كنصب الأكل ديالي بدرتها كذيك خضيرة كنزلها مخلطها شتو سبارك الله والله كتجي طايبة وكتجي زوينة كي في واحد المدق زوين ما شاء الله بغيتوا الأخوات تديروا دجاجها كمبخراها مهم هكا كاملة ديروها مهم كيبقى لكم الاختيار مهم على حسب أفراد الأسرة مهم أنا غانا ولداتي ديرت غا تدير جاج اللي غا ديكفيني أنا ولداتي وراه جابنين وكلاوها الأخوات وبصحة وراحة وبسلام عليكم إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر